أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن الأفكار العنصرية دخيلة علينا ولم تنشأ في بلدنا وأن المسؤولية تقع على عاطق مدارسنا في تنشئة جيل يؤمن بقيم الموطنة والعيش المشترك وشدد جلالته خلال لقائه عددا من أبناء وممثلي مدينة الفحيس على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة بحق أي شخص يحارب هذه القيم وينشر الكراهية وعرب جلالة الملك عن اعتزازه بالأهل في مدينة الفحيس وبالنموذج الأردني في التسامح والمحبة والعيش المشترك كما تناول في حديثه مع أبناء المنطقة جهود الأردني في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس ورعايتها من منطلق الوصاية الهاشمية عليها